يجهز شريف وهو محاسب متقصص في الضرائب مستنداته ويتداول مع زملائه بخصوص نزاع ضريبي بين أحد عملائه وجهات رسمية في الدولة وبحسب تصريحات حكومية تبلغ قيمة تلك النزاعات 900 مليار جنيه يتطلب حسمها وفقاً لشريف جوالات صعبة ومعقدة من الإجراءات بين الممولين من جهة ولجان الطعن والتقدير من جهة ثانية 900 مليار دول وعاء ضريبي للنزاعات النزاعات دي 50% أو 60% منها بتبقى إن المأمورية قدرت على دفاتر إن الدفاتر ما تقدمت لهاش واللجان الطعن بتجيها إعادة فحص مرة تانية فالحقيقة إن الكلام ده في كل الأحوال لما ينتج عنه ضريبة مش هتنتج عنه ضريبة أكتر من 100 مليار دايماً بستند إن فيه المستندات ما تقدمتش فيه حاجات المأمورية فصرتها غلط فيه حاجات المأمورية تعناتت فيها زي إن المأمورية مثلاً بتطلب دايماً إن كل حاجة يبقى ديها مستندات مع إن هم عارفين إن فيه أجزاء لا يمكن توفر مستندات ليه إن هو يعني مثلاً في الضريب ما بتقبلش الخسارة مع إن ده في حالات حقيقية فيها خسارة بيبقى 90% من يعني 90% الدنيا بتبقى مش مظبوطة يعني أنا مثلاً فايل مفروض يطلع غرام عليه 200 ألف يوصلوا لمليون 2 مليون طب دالي ما تقصير برضو من عندوك يعني أنت مثلاً غرامة كل كم سنة فأنا المفروض أفحص فأنتم يعني أنتو مش متزين المساحة أن أنا أفحص فيها تأتي هذه النزاعات الضريبية في الوقت الذي تعاني فيه الميزانية العامة للدولة من عجز كبير يقدر بنحو 438 مليار و 594 مليون جنيه كما تعاني الإرادات الضريبية من التهرب الذي يضيع على الدولة مئات المليارات من الجنيهات سنوية التهرب ضريبية مؤثر لأن في الآخر حصيلة الضريبة الطبيعية بتستخدم في التعليم وفي دعم الموارد الدولة وبتأي بتصرف منها على التعليم والصحة والموارد الأساسية الحاجات اللي بصرف فيها الدولة فإذا كان فيه نسب عالي من التهرب وأكيد مؤثرة في الموازنة العامة للدولة وإحنا عاوزين نحسن الكفاءة بتاعت التحصيل وتحسين كفاءة التحصيل دي مرتبطة بمثلث التشريع والإدارة الضرابية والمجتمع ويطالب خبراء بضرورة رفع كفاءة وأداء الجهاز الإداري الرسمي المسؤول عن تحصيل الدرائب بدلا من التوسع في فرضها وهو ما يحذر منه البعض لما له من آثار سلبية على أنشطة القطاع الخاص والاستثمارات التي تراجعت في السنوات الأخيرة من القاهرة هشم الناع اليوم على الحرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر